نجحت عناصر حراس الحدود في توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والدخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس يتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية ولإجهاد المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإدرار بالأمن القومي المصري استمرارا لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاد المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإدرار بالأمن القومي المصري نجحت عناصر حراس الحدود من توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس حيث كثفت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات من جهودها التي أصفرت عن ضبط عربة نقل محمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل والتي عثر بداخلها على تسع عشرة بندقية آلية وعشرين خزنة لبنادق آلية وأربع بنادق آلية FN وثلاثة رشاشات متعدد بالإضافة إلى نظرتين ميدان وتلسكوبين طناصة كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت خمسة عشر ألفاً وستمائة وسبع وعشرين ذخيرة أنواع وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذوا كافة الإجراءات القانونية حيالهم يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لمنع أي محاولة للتهريب وضبط كافة العناصر الإجرامية ترجمة نانسي قنقر